أستاذ إسلام بعد كل هذا الحديث وبعد كل هذه التفاصيل حول العملية الانتخابية في اليومين السابقين وأيضا ما شهدنا من تقارير ومتبعات من زملائنا في كافة المحافظات كيف نرسم سويا ملامح شخصية رئيس مصر القادم يعني أعتقد أننا في مرحلة زي ما انتفقنا أنها مرحلة حساسة جدا مرحلة فيها تحديات كثيرة جدا وفيها كمان آمال وطموحات للشعب المصري شعب المصري شعب بطل شعب يعني عانى كثير وعدى بأزمات كثيرة جدا على مدى تاريخه ما بنكلمش بس على آخر فترة لكن على تاريخه الكامل وبالتالي هو ينتظر من الرئيس القادم يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية بعض المواقف الدعم لحرية الرأي دعم للأحزاب السياسية فتح البجال السياسي دي دي أحلام الشباب أنا بنك الأحلام اللي أنا للطبقة اللي مرتبط بيها أكتر الجزء بحكم خبرتي في السياسية وبالتالي القوة الدفعة النهاردة هي القوة والحصن الحصين للدولة المصرية هي الشباب الشباب محتاج أنه يتم إعداده إعداد قوي جدا لأنه هو المستقبل الوعد للدولة المصرية وهو اللي هتولى القيادة في الفترة القادمة بعد كده وبالتالي الشباب المصري شباب طموح جدا مساحات الأوسع تبقى لي إن شاء الله احنا شفنا الكلام ده ما بنقولش أنه ما بيحصلش نقول أنه حصل فعليا لكنه حتى محتاجين المساحات تبقى أوسع بكده الشعب المصري يسق في قيادته السياسية جدا المؤشرات والنتائج بتقول التصور العام عن النتيجة وبالتالي هو شعب دعم للقيادة السياسية دعم لقرارات القيادة السياسية دعم لمواقفها وكمان مستعد أن يبزل ويستحمل أكثر في سبيل نجاح الوطنة هل هذا هو المطلوب من المواطن المصري في الفترة القادمة هو بزل الجهد أكثر للوقوف والالتفاف حول القدل السياسية؟ يعني هو الشعب أثبت بالمشاركة الانتخابية على مدى اليومين أنه عنده من الوعي والإدراك للتهديدات والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية وبالتالي فكرة عدم الانتخابية على الإشعاعات أو الاستهداف على السوشيال ميديا زي ما نشوف بس حالة من حالات الإحباط واليأس والتنكيل بالدولة المصرية بشكل أو بآخر لكن في اعتقادي أنه هو النهاردة أثبت أنه هو أن الأشكال دي غير مرحب بها أن التصرفات دي غير مستجاب لها من الشعب المصري بالعكس هو رد ورد ورد وقعي على أرض الواقع المصريون رجال أفعال أقوى دائما وهذا ما رأينا في استفاف العديد من الكتل المصرية بكافة أطيافها ويمكن كنا كنت عاوزة أشرح من حضرتك أو أفهم من حضرتك بردو كنا نتحدث عن مسيرات كثيرة حاشدة للتكتل والتصويت في هذه الانتخابات ورأينا التنوع وداخل هذه المصيرات رأينا في هذه المصيرات داخل كل مسيرة واحدة رأينا الشباب ورأينا النساء ورأينا رجال كبار السن ورأينا أيضا المسيحي إلى جانب المسلم كيف ترى هذا التلاحم بين الشعب المصري وتنوعه أيضا؟ يعني هو ده النسيج الوطن المعتد شوفنا قبل كده زي ما اتفقنا في الصورات المصرية العظيمة في 30 يونيو 2013 كانت شباب وكانت المرأة وكانت المسيحيين وكانت المسلمين جما إلى جنب بيدافوا عن بعض كان في حاجة اسمها مصري في الآخر ما فيش حاجة اسمها بتنتمي لأني دين أو بتنتمي لأني طيفة أو بتنتمي لأني شكل من الأشكال هي ده اللحمة المصرية العادية هي ده الطبيعية هي ده النسيج اللي حاولوا كتير جدا أن هما يصدروا لنا أشكال مختلفة عنه ولكن هو ده ده الحالة المصرية الطبيعية اللي هي ما فيهاش أي خلاف بيننا ما فيش أي تمييز أي توجيه بشكل أو بآخر الشباب المصري زي ما اتفقنا أن من 1973 1952 حتى قبل كده هون من سورة 19 قبل كده طول عمر الشباب المصري هو المتقدم طول عمره لكن كانت فيه محاولات بس لإزهارهم بمظهر أن هما عدم المشاركة وعدم المبالاة لكن لا أهم طول عمرهم مشاركين في النهاية أستاذ إسلام ما هي الدعوة أو المطالبة التي تدعو بها الموطنين في آخر يوم من الانتخابات الرئاسية 2024 ما نقولش أن الانتخابات محسومة ما نقولش أن الانتخابات خلاص احنا شايفين زحمة ما نزهاش من التوابير ما بالعكس من ضمن الأمور اللي رصدناها في غرفة العملات أنه كانت الشكاوي اللي جاء لنا جاء لنا من التوابير أنه فيه طوابير كتيرة جدا وفيه زحمة على بعض اللي جاء فبالتالي ده من ضمن المشاكل أعتقد أن احنا نفضل مستمرين احنا في فترة تاريخية مهمة جدا وأعتقد أن الانتخابات الرئاسية 2024 بإذن الله هتبقى علامة تاريخية في تاريخ مصر لأن المشاركة اللي فيها هتبقى هي الأطخم في تاريخ الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر